خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان بولكير بيرتس أن الطرفين نزاعا تهكاء القانون الدولي لفتا إلى أن قرار إنهاء العنف بيد قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة بيرتس قال إنه حول لعب دور الوساطة بين الجيش والدعم السريعة دون جدوى مؤكدا أنه لم يمر يوما دون قتال بين الطرفين منذ بدء الصراع في منتصف نيسان أبريل الماضي المبعوث الأممي أوضح خلال إفادته بمجلس الأمن الدولي أن نحو تسعمائة شخص قتلوا بينهم أطفال مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص مشردون بسبب استمرار القتال كما نوها إلى أن الكثير من السودانيين حصروا في منازلهم ويفتقرون إلى إمدادات لفتا إلى أن المرافق الأساسية للمياه والكهرباء مدمرة والمستشفيات أغلقت إلى ذلك جدد بيرتس دعوته للجيش والدعم السريع إلى وقف القتال والانتقال للحوار محذرا من تنامي البعض العرقي للصراع العسكري واتساع نطاق الحربي في البلاد وتأثيرها المحتمل على دول الجوار كما حضى الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في السودان طرفين نزاع على ضمان حماية المدنيين مشيرا إلى أن المجتمع المدني السوداني يؤدي دورا مهما في هذا الإطار عبر اتخاذه موقفا حياديا من الصراع يذكر أنه بعد نحو أسبوعين على انطلاق المحادثات السودانية في جدة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريعة التي يترأسها محمد حمدان دقلو وفق الطرفان السبت الماضي على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الاثنين مع احتمال تمديده لاحقا